اشتركوا في القناة يشهد احداث غير تقليدية واننا على شفة حدث كبير جدا قريبا وتذكروا هذا الكلام احنا شايفين على مستوى العالم الحرائق التي ضربت امريكا في الايام القليلة الماضية وشايفين الزلزال الكبير اللي ضرب دولة الكويت زلزال كبير بمعنى الكلمة الحرائق حرائق الغابات اللي انتشرت بشدة وسرعة الرياح التي لم يعهدها الكثير بشهادات الكثير منهم كل هذه الامور بتماهد لحدث كبير نظن انه قدوم النجم الطارق احنا كلنا شايفين من خلال المتابعات التي تقتصر فقط على القنوات غير الرسمية ان الظواهر الكونية الالهية التي يطلقون عليها الظواهر الطبيعية انها تزداد وتيرة هذه الظواهر في تصارع وتطور مستمر والتغطية الاعلامية الرسمية سيئة للغاية فيما يخص هذا الامر والاسباب معروفة وتكلمنا عنها مرارا وتكرارا واختر ما في الموضوع انهم يعتمدون على تصطيح افكار الناس وعلى تقليل العظم الاحداث يعني مثلا الخبر بتاع زلزال الكويت هذا الخبر بيستعرضوه على انه حدث عادي حدث تقليدي والزلازل موجودة وبكسرة ولكن هذا الحدث بتاع زلزال الكويت الزلزال الكبير اللي حدث منذ ساعات في الكويت انما له مؤشر المؤشر اللي احنا نفهمه ان رقعة الزلازل بتتسع وان هناك اماكن لم يعهد عليها قصرة الزلازل بتبتدي ان هي تخش في هذا الامر ايضا جفاف البحيرات هذه الظاهرة التي لم نعهدها ظاهرة غريبة جدا شفنا الفترة الماضية جفاف البحيرات جفاف بحيرة طبارية شبه جفاف بحيرة طبارية بحيرة ساوة جفاف بحيرة ساوة انحصار نهري دجلة والفرات يعني يوشك ان هو يخش في مرحلة الجفاف كل هذه الظواهر اذا تم القاء الضوء عليها بيتم القاء الضوء عليها من جانب خبري بحت يعني ان بخبر بيستعرضوه عارض ممطرنا وخلاص وانتهى الموضوع مفيش لفت النظر الناس ان هذه احداث ذكر فيها احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا ايضا اذا انتقلنا الى الجانب الاخر بعيد عن الظواهر الكونية الالهية التي يتسبب فيها الطارق من قريب او من بعيد على الجانب الاخر عندنا احداث متوترة على مستوى العالم ما يحدث الان في الاحداث ما بين روسيا واوكرانيا ومحاولة ضبط النفس كل اللي احنا فيه دلوقتي ده محاولة ضبط النفس بعد دخول الحرب العام او شهر الثالث ان هم عارفين كويس جدا ان هذه الحرب اول الخاسرين فيها هم انفسهم ومقولهم دية المقصود بيها معسكر النفاق ولذلك في محاولات لاحتواء الامر ومحاولات لضبط النفس لانه عارفين ان اي اشتباك لو اتسعت رقعة الاشتباك هتبقى حرب لا تبقي ولا تذر واعتقد لو تحققت هذه الحرب الحرب العالمية الثالثة المنتظرة هتبقى اقوى واشرس من الحرب العالمية الاولى والثانية عشان كده في برضو نوع من انواع التحكم بعقلانية في الامور من قبل دول كبرى زي الصين اللي بدأت تتحرك في الساعات القليلة وده تطور برضو محتاج حلقة لوحده وفي نفس الوقت الجانب الروسي اللي عنده اطماع ان هو يتوغل في قلب اوروبا وردت فعل الناتو الذي هو يمثل امريكا في هذه المعادلة كل الامور فيها نوع من انواع الاتزان مفيش اندفاع لانهم يعلمون جيدا ان هذه الحرب الخاسرة الاكبر هم انفسهم واول الرابحين في هذه الحرب القوة الجديدة التي توشك ان تظهر وعلى وشك ان تظهر وهم يعلمون ذلك جيدا ايضا اذا انتقلنا الى الجانب الاخر الى جانب ثالث وكلها مظاهر تدل بس اللي المتابع واللي عايز يفهم ان العالم الاحداث اللي فيه احداث غير تقليدية الصراع الكبير اللي موجود بين قسين في ارض العرب ده صفة عامة بقى الدول العربية التوترات وتحديات كبرى جدا انا بديك تجميعة للاحداث لكي تعلم ان المشهد العام في العالم ينبئ بحدث قريب جدا وهذا الحدث سوف تنفض او سوف يظهر امور كثيرة جدا ويحط النقط فوق الحروف زي ما احنا بنقول فالصراع الموجود الان في ارض العرب في الدول العربية عبارة عن تحديات وعبارة عن قوى تريد ان تتحرك وان تتحكم في قوى اخرى شايفين كلنا الهجمات الحوسية اللي من ان الى اخر على السعودية واحيانا على الامارات على دولة الامارات وتهديدات كبرى وهؤلاء لا يتحركون الا باعاز من امريكا وطبعا شفنا التصريحات اللي في اليومين اللي فاتوا ان امريكا بتشتم في الناس اللي متوليين السلطة في السعودية وبتوصفهم اوصاف ان هما ليس لهم اي قيمة وهذه التصريحات سربت في ظل محاولات لتقريب العلاقات ما بين السعودية وامر كل دي مش اخبار اوعى تفهم ان كل دي اخبار لها صلة بالسياسة والله ليس لها اي علاقة بالسياسة هي لها علاقة بامر واحد فقط القوة الجديدة والتحالفات الجديدة التي تسبق ظهور الامام المهدي هذا هو العنوان وكل فترة التصريحات بتاعة القادة الكبار من فترة لاخرى بتبين لك ان ابعاد الموضوع ابعاد دينية بحت كل وقت حسب العقيدة بتاعته اللي بيعتقدها النظرة العامة ايها الاحباب تنبئ باحداث قريبة قادمة اظن ان هذه الاحداث تتعلق بجانبين جانب حدث كوني اقتراب الطارق بشدة وحدث اخر على ارض الواقع حرب قادمة قبرى اهم حاجة لمعسكر الايمان هذا الكلام وبستغرب اما بلاقي ناس في التعليقات بتتكلم وبتهاجمنا انتم لا تؤمنون بما نقول فازاي انتو عايزين تقيموا الكلام اللي احنا بنتكلم فيه احنا فوادي وانتم فوادي اخر فكلامي موجه لمعسكر الايمان اهم حاجة الفترة القادمة النظرة السليمة والسديدة للاحداث بمعنى الفترة القادمة وهفكرك بالكلام ده قريبا جدا مليئة بالتفاصيل اوعى التفاصيل تغدك وتنحرف عن المصار والاتجاه احنا كل الهدف بتاعنا اذا ظهر الامام المهدي واحنا على قيد الحياة وادركنا الامام المهدي نكون من انصاره ونكون من معسكر الايمان حط الموضوع ده وصاد عنك عنوان واوعى تحيد عنه وتخش في تفاصيل لان الايام القليلة القادمة مليئة بالتفاصيل واخشى ان ينجرف الكثير وراء هذه التفاصيل وساعتها هفكرك واحنا معاكم بنتابع كل يوم معاكم هذا الامر وابنتواصى وابنتناصح مع بعضنا البعض بارك الله فيكم ايها الاحباب لا تنسونا من صالح الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة